وفي بداية جلسات الملتقى الحكومة 2016 أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن العزمة الراسخة في سير مملكة البحرين نحو الوجهة التي حددتها بوصلة الرؤية الاقتصادية 2030 يجعل من التحديات والمتغيرات فرصا ملهمة يتم من خلالها تدعم الإنجازات والمكتسبات المتحققة منذ تدشين حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه للرؤية في 2008 بتضافر الجهود وتكاملها واعتمادا على مبادئ الرؤية الثلاث الاستدامة والتنفسية والعدالة كمرتكازات أساسية لأهداف وأدوات التنمية في المرحلة القادمة وقال سموه أن صواب المسار الذي انتهجته مملكة البحرين منذ سنوات بتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بجعل المواطن محور التنمية وهدفها الأساسي حققت عبره الإنجازات التنموية الشاملة في إطار الرؤية الاقتصادية 2030 التي دشنها جلالته وتأكد من خلال ما يتم مؤخرا من تجشين لرؤى تنموية من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخلال العرض أعرب سموه عن التقدير والشكر لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة للملتقة وأكد سموه التمسك بمبادئ الرؤية الثلاث الاستدامة التنفسية العدالة في الانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي بصورة تلبي متطلبات المرحلة الحالية وتستوعب متغيرات المستقبل وحدد سموه الأهداف والمتمثلة في إعالة رسم دور القطاع العام في المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية والاستثمار في المواطن لرفع مستواه المعيشي كما أشار سموه إلى أن تنفيذ هذه الأهداف سيتم من خلال تفعيل الأدوات التي تتمثل في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية إلى جانب مواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة هو ألقى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء الضوء على جملة من الإنجازات التي تحققت منذ عام 2008 الأمر الذي يثبت مدى مقدرة البحرين على التعاطي مع تلك التحديات بحب للتحدي وعشق للإنجاز لتحقيق ما يطمح إليه المواطن والوطن وتناول سموه عددا من أهم الإنجازات المتحققة في مسارات الرؤية الثلاث المتمثلة في المسار الاقتصادي ومسار الحكومة ومسار المجتمع ففي المسار الاقتصادي قال سموه بأنه قد نجحنا في زيادة التنويع الاقتصادي حيث بلغت مساهمات القطاعات غير النفطية 80% من الناتج المحلي واستمر الناتج المحلي بالنمو الإيجابي منذ 2008 بنسبة نجمالية بلغ 28% كما استطعنا زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية بثلاثة أطعاف خلال الثماني سنوات الماضية وارتفع دخل الأسرة البحرينية بنسبة 47% منذ عام 2008 وعلى صعيد إنجازات المسار الحكومي فأشار سموه إلى أن المملكة استطاعت أن تنشئ وتفاعل عددا من الأجهزة التنظيمية والرقبية التي تسهم حاليا في رفع مستوى الأداء الحكومي وتحسين الخدمات لصالح المواطنين في عدة قطاعات كما واصلت في تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات العالمية لتكون في المركز الأول عربيا لعدة سنوات وفق تقارير الأمم المتحدة حيث توفر الحكومة اليوم أكثر من 350 خدمة إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار ولفت سموه إلى أنه من خلال تحرير قطاع الاتصالات وزيارة التنافسية فيه فقد تم تحسين الخدمات للعملاء وتقديم أفضل الأسعار للمواطنين وخلق فرص العمل النوعية حيث بلغت نسبة البحرنة في قطاع الاتصالات 67% ليكون ثاني أكبر قطاع مساهم من حيث توظيف البحرينيين وبالنسبة للإنجازات على مسار المجتمع والخدمات المقدمة للمواطنين فقد قال سموه حفظه الله لقد بدأنا في إنشاء خمس مدن إسكانية جديدة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بإنشاء أربعين ألف وحدة سكنية للمواطنين وإن حجم هذا العمل الذي تقوم به الحكومة اليوم يفوق إجمالي عدد الوحدات التي أنشئت منذ البدء في توفير الخدمات الإسكانية في المملكة وأشار سموه إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تفعيل دور الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب للتأكد من استقلالية التقييم ووضع أدوات فاعلة للقياس التي تساهم في تحديد احتياجات التطوير ورفع الجودة ونوه سموه إلى أنه بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة ومن أجل استثمار الطاقات الشبابية لنهضة المجتمع فقد تم العمل على زيارة المنشآت لإقامة البرامج بكافة مناطق البحرين لتصل إلى 125 منشآت رياضية وشبابية ومن خلال وأنه خلال الفترة نفسها تم تحقيق إنجازات غير مسبوقة بالمحافل الأولمبية والدولية وبسبب نجاح المملكة في تنظيم سباقات الفورميلة واحد على مدى 11 عاما تمت الاستعانة بالخبرات البحرينية لتنظيم هذه السباقات لدى الدول الأخرى وخلال العرض حدد سموه أهم أهداف المرحلة المقبلة حيث أكد بأن أهم الأهداف التي سيتم التركيز على تحقيقها في المرحلة القادمة تتمثل في إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص بالنمو مع تركيز على قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والخدمات المالية إلى جانب دعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن عبر التعليم والتدريب وتوفير الفرص لتمكينه من بلوغ الارتقاء الحقيقي لمستواه المعيشي وأشار سموه إلى أن تحقيق الأهداف سيتم من خلال أدوات محددة تمتلكها الحكومة تتبلور في أربعة أدوات رئيسة هي تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن من تعليم وصحة وإسكان وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية إلى جانب العمل على مواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات المستقبل وأكد سموه في ختام حديثه بأنه عبر التمسك بمبادئنا وتضافر جهودنا الجماعية نحو تحقيق أهدافنا والتفعيل الأمثل لأدواتنا وفوق كل ذلك الحفاظ على العزم والالتزام بالمسؤولية الوطنية بروح الفريق الواحد لمواجهة كافة التحديات وتحقيق تطلعات المواطن وقد تضمن جدول أعمال الملتقى الحكومي 2016 عرضا قدمه صاحب السمو الملكي لمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء تناول أولويات العمل الحكومي في المرحلة القادمة ثم تلى ذلك لقاءات مع صمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بعنوان الرؤية الاقتصادية 2030 ومسار الإنجازات ومع الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بعنوان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة وكما قدم عرضا لمعالي السيد محمد إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء حول الأولويات الحكومية وخطط التنمية في المرحلة القادمة كما نعقدت جلسة حوارية بعنوان حاجة القطاع الخاص إلى بيئة محفزة للنمو شارك فيها وزير النفط ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الصناعة والتجارة والسياحة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وكذلك جلسة حوارية بعنوان تطوير أداء وجودة وكفاءة الخدمات الحكومية شارك فيها وزير التربية والتعليم ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الإسكان ووزيرة الصحة ووزير شؤون الشباب والرياضة ترجمة نانسي قنقر